بسم الله وصلى الله على أسعاد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما الأيام التي نهى النبي عن صيامها أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد يمعيد الفطر ويمعيد الأطحى قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا لا يجوز أن تصوم في هذين اليومين كذلك أيام التشريق الثلاثة حداشر واثناشر وثلاثتاشر في الحجة الأيام اللي بتالي عيد الأطحى مباشرة يبقى المجموع كده كم يوم؟ خمسة أيام يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة يكره صيام يوم الشك يعني لو واحد بيصوم رجب شعبان ويكثر من الصيام النافلة ييجي يوم تسعة وعشرين شعبان أو يوم تلاتين شعبان يكف عن الصيام ليه؟ عشان يفرق بين صيام السنة والصيام الفرد يبقى فيه فرق إلا لو واحد عليه الصيام أو امرأة عليها أيام تصوم طيب هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرد أو يوم السبت يكره صيام يوم الجمعة منفردا أو يوم السبت منفردا إلا إذا كان الصيام له سبب يعني افرد مثلا يوم الجمعة جيه يوم عرفة أو يوم السبت جيه يوم عشراء ومش هيقدر يصوم أيام قبل يوم عرفة ومش هيقدر يصوم يوم تاسع من عشراء من محرم ينفع يفرد السبت أو الجمعة بالصيام آه ينفع لأنه صيام له سبب كذلك يحرم على المرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه خدوا بالكم خدوا بالكم دي حاجة مهمة المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوع إلا إذا استأذنت من زوجها لما تيجي تقيم الليل تستأذن من زوجها لما تيجي تصوم صيام تطوع تستأذن من زوجها إنما لو عليها أيام من رمضان لا تستأذن في هذا الأمر وتقضي ما عليها من أيام لأنها فرض وواجب طيب حاجة أخيرة متعلقة بهذا الأمر هل يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة؟ نعم يجوز في حالة وحدة لو واحد في الحج وحجة حج تمتع أو قران فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما السيصر من الهدي هيسافر من مكة يوم 14 ذي الحجة طيب هو مش قادر يعمل هدي مش قادر يذبح عليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة لما يعود إلى أهله أجاز الفقهاء له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة يصوم 11 و 12 و 13 في الحج ويكمل السبعة لما يعود إلى أهله لأنها أيام في رقبته لا بد أن يصوم هذه الأيام وهو فين؟ وهو في مكة في أيام الحج إنما الأيام اللي منه عنها عموما العدين وأيام التشريق الثلاثة نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة